أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة تمهيداً لاختيار أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة القادمة جاء ذلك خلال لقائه وزير الاستثمار الإماراتي ومدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي حيث ثمن مدبولي الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الإماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع وناقش الاجتماع مخططات مدينة رأس الحكمة والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال لوضع تصور عام للمخطط وذلك لتطوير المدينة من جانبي أكد وزير الاستثمار الإماراتي أن هذا المشروع الهام يعتبر خطوة محورية نحو ترصيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها للسياحة على شواطئ البحر المتوسط